بسم الله الرحمن الرحيم محاسبت التكاليف والإدرية 2 تابع الوحدة الثالثة المغياس المتوازن للأداء وتحليل الربحية الإستراتيجية في المحاضرات السابقة انتهينا من المغياس المتوازن للأداء والآن نبدأ مع تحليل الربحية الاستراتيجية في تحليل الربحية الاستراتيجية Stratégic Profitability Analysis في تحليل الربحية الاستراتيجية المفهوم والتقسيمات يساعد تحليل الربحية الاستراتيجية في دراسة وتحليل أرباح المنشأة المتوقعة في الأجل الطويل من خلال رسم استراتيجية عامة للمنشأة تتمثل في عدة أهداف رئيسية تحاول المنشأة تحقيقها ويقسم تحليل الربحية الاستراتيجية إلى نوعين النوع الأول تحليل ربحية المنتجات النوع الثاني تحليل ربحية العملاء نبدأ مع النوع الأول تحليل ربحية المنتجات Product Profitability Analysis يقوم تحليل ربحية المنتجات على دراسة وتخصيص تكاليف الإنتاج على المنتجات التي تنتجها المنشأة بغرض تحديد أي المنتجات يجب أن تظل ضمن تشكيلة المنتجات وبأي كمية يمكن أن تنتجها في ضوء الموارد المتاحة للمنشأة وأي المنتجات يجب استبعاتها من التشكيلة الحالية للمنتجات ويتوقف ذلك على دقة التخصيص بالطبع نستخدم ABC نظام التكاليف على أساس النشاط القدر المستخدم من الموارد في تصنيع كل منتج كمية الموارد المتاحة للمنشأة وتصنف المنتجات إلى منتجات أكثر ربحية منتجات أقل ربحية منتجات غير مربحة تحليل ربحية العملاء يقوم تحليل ربحية العملاء على تخصيص الإيرادات والتكاليف على مجموعة العملاء أو على كل عميل بمفرده ومن ثم يمكن حساب ربحية مجموعة العملاء أو لكل عميل بمفرده وهذه المعلومات النتيجة عن ربحية العملاء توفر الفرصة لإدارة المنشأة لتحويل العملاء غير المربحين إلى عملاء مربحين من خلال سياسة إعادة التسيير للمنتجات أو الخدمات المقدمة للفئات المختلفة من العملاء أو تخفيض تكلفة الخدمة المقدمة لهذه الفئة ولن يتأتى ذلك إلا بوجود نظام تكاليف ملائم ويصنف العملاء إلى عملاء مميزون تأتي منهم غالبية الأرباح عملاء مميزون نوع الثاني عملاء مربحون ولكن أقل من العملاء بالتصنيف السابق أقل شوية من المميزون تصنيف الثالث عملاء مربحون بالكاد يعني مربحون بالعفية يعني على الأد ولكنهم واعدون ويمكن زيادة الأرباح منهم في المستقبل في أمل فيهم عملاء غير مربحون